قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليوم شهد بداية المرحلة الجديدة لبناء أول محطة نووية في مصر وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في بدء تنفيذ الصبت الخرصانية الأولى للوحدة النووية الرابعة أشار بوتين إلى أن المشروع يعد رمزا للتعاون الروسي المصري نحن نبدأ في المرحلة الجديدة للبناء أول محطة نووية في مصر وهذا الرمز هام جدا في التعاون الروسي المصري فإن تنفيذه سيأتي بالمساهمة في تطوير الاقتصاد المصري وسيعزز سياداتها في مجال الطاقة وستعمل على تشكيل فرص عمل كفاءة ونحن سنعمل معا لأن المنظومة في مجال الطاقة تمكننا من ذلك إن هذا المشروع مشروع ريادي في مجال تعاوننا الثنائي وفي القرن الماضي في النصف الثاني شارك خبراء الروس بالنشاط في دعم الاقتصاد المصري وبنائي والقدرات الدفاعية ترجمة نانسي قنقر